أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابية الذي استهدف مدينة أربيل العراقية بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم وأصفر عن بعض الخسائر المادئية وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية استنقارها البالغ لهذه الأعمال الخصيصة مؤكدة وقوفها التام بجانب العراق الشقيق ودعمه فيما يتخذ من إجراءات لحماية أمنه واستقراره اشتركوا في القناة